كما تعرف البارة عالية عمنا ولنجحنا والنجح كان كبير برشاة دونك انتي اندي فيه هو اصلا هو اندي فيه باش تكون معتها تواكب الحدث وتكون في الحدث الاستعدادات كما تعرف بدينا اليوم ان شاء الله نحضره في السن نحضره في اللوميار كما تعمل في المول مش نعاود السناء نفس الحكاية ذي باش نعمل معتها اللوميار على الفسقية باش نزيدوها حاجة باية هذا الكلو ليس كوف للقراوة هذا الكلو للقراوة كلي ما تنجمش كلي عنده متنفس واحد الفسقية كلي ما تنجم تمشي كلي ما تنجم تمشي للزيارة باربعين دينار وكلي ما تنجم تمشي للحفاليات الاخرين ببعثها غالين شوي دونك احنا هنا جيبني اونه هنا جييني ومقولون لهم اخويا هذا المتنفس متاعكم هذي قروان متاعكم هذي الفسقية متاعكم احضروا وتفرجوا اتفرهدوا وان شاء الله نكونوا نس كل معناتها عند حدث الفسقية واكثر حاجة هو لتثمين الفسقية هذي رو كلو بش يخرج في تثمين الفسقية هذي نخرجوا الفسقية كما هي وكم خرجوها خليشوفوها المسؤولين هما يعرفوها رو ما خنزيدوا اكثر وان قد بقوا خنشوفو اش مش نجمو نعملو للفسقية دونك هذا هو وبيحاول اللي اخجال كل ونس كل وفا وفا وفاقنا ربي باش نعملو معتها افن موامي زيانة على مدة اربعتاش نيوم مازالونا اقل من اربعة وعشرين ساعة باش الامتلاق المهرجين كما تشوفو توفي الفسقية كلنا متواجدين من ورشيات الحي الثقافي للسان بتاع العرض اوبارات سيباشير السانمي باستعادات التنظيم التنصيق بتاع دورية الامنية او كانوا هناك ناس كل بلدية ناس كل متجندة اليوم باش العرض ينجح بتاع غضوة واللي هو انتلاق المهرجين واللي باش ننشحو به القرآ وكل في المهرجين هذا جمهور القاينة مني قولهم شوفتوا البرمجة عبيد ريتافت نتوقع قبال كبير من جمهورنا كما قالوا زملائي في الحصة السابقة على حياته فام رانا امننا جميع مواقع العرض رانا كنا موجودين ليكم انتوما ان شاء الله بيحاول الله نشحو مبعضنا النواة الاولى والحلمة اللي نحن مباها كقرآ وكل اللي باش ننطلقوا منها وهي الحياة من الفسقية ماذا بينا نكونوا كل يدوا واحدة القرآ وكل ونتعاونوا باش نشحو مهرجين الذين اللي هو الاهل القرآ الحياة الثقافية فكرة جديدة ان شاء الله في افتتاح مهرجين الفسقية في دورة الثانية بشيكون مختلف نوعا ما على الدورات السابقة من خلال انه براشيت اللي هي نورمال موبش دولي حية في عود انه مثلا الرسم بشيكون مجرد ورشة عادية بشيكون حي من خلال تحذير مشهد مشهد كوريغرافي ورسم اومنتون بشي نخرجوا حاجة امبروفيزي للفسقية في حد ذاته الهدف من حي الثقافي انه نحيو الثقافة نحيو الورشات بشي عارف الجمهورة حتى كيجي بشي تفرجة يعرف قيمة مثلا المكتبة يعرف قيمة الكتاب الصغير من خلال انه نعطوا افكار جديدة في انه الصغير يتغرم بالكتاب خلي الولدك خليه مسيلش خلي يلبز الرسوم خلي يعمل خليه هذي الهدف من انه يكون الهدف سعب يدغوجي بالاساس والتعليمي وترفيه اومنتون علش نحصره في والدي لازم يصور بالظبط وبالترسيء وبالرسم وبالديتاي وما اندرش نيادار ومستطير ومثلث خليه 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 سافر ببدنه خليه 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 يلبس خليه عمل مهم يتحصل على تصويرها في الامبروفيزية تبقالهم بعد حتى في حتى بقالهم في مسير بشي تواصل على كامل ايام الدورة بشيكون فيه رسم بشيكون فيه مكتبة بشيكون فيه كوريغرافية بقية سيمو حسن اللاجمي بشيكون زيدا مشارك الكونسيرباتوار مادام حميدة بالكونسيرباتوار متاحة دي جاي برفو طيلة عنا جمعتين الناس كل تخدم مادام نجيبة زيدا في الرسم سين ناصر القوامي زيدا في الخط العربي معناها ورشية مختلفة ربوط حتى في الكوندكتور اللي عامدينه دي جاي ومعناها بخصيصا للفسقية كل شي خصيصا للفسقية رسم موسيقى كل شي بشيكون امبروفيزي مي دي جاي عنا جمعتين نحضروا فيه مي خصيصا للفسقية نهار 29 سبعة متعلى شي لازم تكونوا موجودين في الفسقية بتشوفوا حاجة جديدة ان شاء الحياة فام الحياة فام ظهرة الحياة